بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر الثالث Section number one equivalent system of forces في جزئها السابع وهنا أيضاً رح نشوف أمثلة أخرى عشان نفهم بها النظري أفضل نمر إلى simple problem two هنا A force of 800 newton acts on a bracket يعني هذه هي البركت وهذه هي القوة F اللي بيقومة 800 newton determine the moment about the force and the moment of the force about the point B يعني عايز أحسب المومنت في النقطة B زي ما تشوفوا على الصورة طبعاً هنا كحل رح أكتب المومنت بتساوي R cross the force F طبعاً هنا R A B هي الفيكتور ما بين النقطة B إلى حدود النقطة A الفيكتور R A B عنده مكونات طبعاً بالنسبة إلي أن هذا هو اتجاه ال-Y وهذا هو اتجاه ال-X distance من هنا هنا معطاة هي 200 سنتيمتر أو 0.2 متر وطبعاً طالما الفيكتور هذا بيروح في هذا الاتجاه رح تكون إشارة سالبة وسالب 0.2i 0.2 هنا بالنسبة للفيكتور I وبالنسبة للمكون الثاني للفيكتور R A B عندي موجب 0.16j هذا هو الفيكتور R زي ما تشوفوا كتبناه من خلال المعطيات بتاع الأبعاد للبراكت الأفقية والعمودية الفورسة F زي ما تشوف هنا أيضاً أقدر أعملها إسقاط على X وعلى Y بالنسبة للإسقاط الأول بتكون عندي 800 cosine 60 يعني 400 نيوتن هذا باتجاه ال-I وبالنسبة لاتجاه ال-Y رح تكون 800 sine 60 هذا multiplied by J يعني Y باتجاه ال-Y هتحصل كنتيجة أنه الفورسة F بتساوي 400 نيوتن I مع 693 نيوتن J الآن رح أطبق الكروس بروداكت بين R فيكتور والF فيكتور طبعاً هنا أعوض R A B بالإكسبريشن المتاحة ونفس الشي بالنسبة للفورس F وهنا زي ما تشوفوا رح أوزع بالنسبة للسالب 0.2I على الجزء الأول والثاني من الفورس نفس الشي هنا أوزع وطبق القاعدة اللي نعرفوها أنه I cross I هذه بتساوي 0 وJ cross J بتساوي 0 وطبعاً لو أنا عندي I cross J رح أتحصل على K ولو عندي J cross I رح أتحصل على سالب K طبعاً أوزع وطبق القواعد التالية واختصر رح أتحصل على النتيجة النهائية M B بتساوي سالب 2.2.6 نيوتن في المتر طبعاً باتجاه الكي زي ما تشوفوا هنا كل cross product بين I وال J فالنتيجة رح تكون باتجاه الكي يعني المومنت رح يكون باتجاه المحور اللي هو عمودي على البلاين X و Y اللي موجود هنا أمر الآن إلى simple problem number 3 عندي هنا أيضاً lever زي ما تشوفوا هنا مطبق عليها في النقطة A force بقيمة 30 نيوتن وعايز أحسب المومنت about O كم يساوي هذه هي النقطة O طبعاً هنا عطنا معلومات على الزاوية ما بين المحور الأفقي وال lever وهنا الزاوية ما بين lever وتطبيق والقوة F اللي هي بتساوي 30 نيوتر طبعاً هنا أول شيء أعمل أنه أحاول أسقط القوة وهي بقيمة 30 وتصبح عندها مكونات P و Q واحد باتجاه المحور اللي بيمر بال lever والآخر اللي هو عمودي على ال lever طبعاً هنا الإسقاطات بالنسبة ال P كإسقاط بيساوي 30 نيوتر كوسين 20 درجة وبالنسبة لل Q بتساوي 30 نيوتر سين 20 درجة لو حسبتم رح أجد الأولى بتساوي 28.19 نيوتر والثانية بتساوي 10.26 نيوتر طبعاً هنا بالنسبة لل فيكتور P ما رح يكون عنده moment لأنه بيعدي بالنقطة O فهذا رح يلغى الوحيد اللي بيكون عنده تأثير هو الفيكتور Q الفيكتور Q ضارب distance 3 أمطار طبعاً هي بتدور معها عن قارب الساعة فالإشارة بتكون سربة زي ما تشوفوا هنا Q ضارب distance اللي هي من هنا إلى هنا اللي هي بتساوي 3 أمطار Q ضارب 3 متر Q حسبناها من قبل بتساوي 10.26 أعوضها هنا واضربها في 3 أجد سالب 30.8 نيوتر في المتر وكون كده أجبت على السؤال